اشتركوا في القناة من خلالها على اهم المتابعات ونبدأ حلقة اليوم سادتي الاحبة من استعداد مدينة البصرة العزيزة الغالية لاحتضان حفل قرعة خليجي 25 المقرر انطلاقها الثلاثاء في فندق جراند ميلينيوم البصرة ستكون مدينة البصرة الثلاثاء على موعد مع قرعة بطولة كأس الخليجي العربي لكرة القدم بنسختها الخامسة والعشرين حيث ستحتضن المدينة العراقية الحف بحضور وفود المنتخبات الثماني المشارك وتقام البطولة بين السادس والتاسع عشر من كانون الثاني يناير المقبل في المدينة الجنوبية وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليجي العربي ام هل العراق منتصف ايلول سبتمبر لإكمال مراحل إنجاز استاد الميناء الدولي سعة 30 الف متفرج ليصبح ثاني ملعب حديث في المدينة الجنوبية بعد استاد المصر الدولي واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام تسعة وسبعين في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوجى بلاقبها وانهى كأس أو اتحاد كأس الخليج بالتنسيق مع اتحاد الكرة العراقي الترتبات النهائية والتحذيرات الخاصة بحفل القرعة ووجهت دعوات لعدد من نجوم المنتخبات الخليجية التي وصلت بالفعل إلى البصرة للمشاركة فيها وتعثرت استضافة العراق لكأس الخليج أكثر من مرة بسبب المشاكل الأمنية ويرهد العراق على الحضور الجماهيري اللافت والمتوقع لإنجاح البطولة التي تتمتع باهتمام الجمهور العراقي شأنه شأن بقية جماهير كرة القدم في المنطقة إذن كل الهلب أشيق اللي حلوا ضيوف أعزاء في البصرة الغالية العزيزة نلفت عنايتكم سادتي الأحبة بأن قناة الشرقية وبرنامج الشوط الثالث سيكون معكم غدا صباحا وفي تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد حيث قرعة كليجي خمسة وعشرين والتي ستنقل من البصرة نقلا مباشرا لكم متابعي قناة الشرقية والشوط الثالث إذن يوم غدا سنكون معكم أولا بأول عبر تغطية مباشرة من قلب الحدث لحفل قرعة خليجي خمسة وعشرين والتي تحتضنها مدينة البصرة العزيزة الغالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم الكرة الخليجية السابقين اللي وصلوا إلى بصرة الخير والتي عبروا عن فرحهم وسرورهم لفوز البصرة بحق تنظيم بطولة خليجي خمسة وعشرين نتابع جانبا من اللقاءات التي أجراها الإعلام الرياضي مع أحمد عقلة نائب رئيس الاتحاد الكويتي والنجمين الدوليين الكبيرين عبد الرحمن محمد كابتن الإمارات السابق وحسين بابان كابتن البحرين نتابع هذه اللقاءات الحفاوة في الاستقبال منذ أن وطأنا مركز سفوان الحدودي والأخوة في الاتحاد العراقي وكذلك الأخوة في محافظة البصرة أتحفون في حفاوة الاستقبال صدقني مهما نقدم للأخوة في العراق نكون مقصرين وهذا التمثيل يؤكد تماما دعم الكويت الاتحاد الكويتي لكرة القدم إلى الملف العراقي مثل ما أخبرنا لما جينا في الزيارة السابقة قبل سنة وقلنا ندعم الملف العراقي وكذلك اليوم حضورنا لهذه القرأة هو دعم للملف العراقي ودعم لأخواننا في الاتحاد العراقي وإن شاء الله بإذن الله نشوف بطولة ناجحة أنا أول شي سعيد أن أكون في البصرة وأجواء جميلة جدا استقبال ممتاز كان نزلنا من الطيارة لما وصلنا في الفندق وكل الأمور الحمد لله جميلة جدا الأخوان ما قصروا ووفروا كل شي سهلوا كل شي وهذا متوقع من أخواننا العراقيين متوقع من الاتحاد العراقي والاتحاد الخليجي أنا سعيد جدا متواجدي في البصرة يعني للأمانة من أول ما نزلنا من الطائرة شفنا كل الحفاة والاستخبال يعني صراحة أثلت صدورنا يعني للأمانة الكلمة بتسم الكلي يبي ساعدنا الكلي قاعد يسهل إجراءاتنا بالمطار بالفندق يعني قاعد نحس بإحساس مثل ما يقولون كأننا في بلادنا يعني ما قاعد نحس أننا متغربين فبالعكس أنا سعيد جدا بالتواجد في الغرعة وإن شاء الله نحن كمنتخب أحناني اليوم جايين البطولة وطبعا عيننا على المنافسة يعني راح نكون إن شاء الله حكمنا نحن هامل للغر إذن الحمد لله على سلامة نجومنا وإحبابنا وشقائنا من دول الخليج العربي اللي حلوا بأنه لهم وناسهم في البصرة المعطاء بصرة الخير البصرة التي تمتلك جماهير رياضية عاشقة للكرة وعاشقة للرياضة جماهير البصرة التي تكحلت عيونها بعد أن صبرت لسنوات طويلة لتحتضن بجدارة واستحقاق وبجهودها وبنفسها وبوقفتها مع الرياضة العراقية أن تحتضن بطولة خليجي 25 البصرة التي جربت في مناسبات عديدة وخرج أهلنا من الكويت والسعودية والبحرين وكل الأشقاء عندما تواجدوا على أرضها خرجوا يقدمون الشكر والعرفان لما لاقوه من كرم حاتميه وليس بالغريب على أهنه أهل البصرة العزاز فاصل وراجعي لكم الأحبة نذكركم مرة أخرى بأننا سنقوم في قناة الشرقية بنقل حي ومباشر لوقائع حفل قرعة خليجي 25 من البصرة عبر تغطية ستكون مباشرة بإذن الله تعالى من برنامج الشوط الثالث في تمام الساعة الحادية 10 صباحا يوم الثلاثة لذلك نسترعي انتباه جميع المشاهدين سادتي الأحبة إلى أجواء الرياضة العراقية وبالتحديد إلى اللجنة البارالومبية التي احتفلت قبل أيام بذكرى تأسيسها أقامت اللجنة البارالومبية منافسات بطولة دوري أندية العراق بالريشة الطائرة فبرعاية اللجنة البارالومبية العراقية أقام الاتحاد العراقي البارالومبي للريشة بطولة دوري العراق على قاعة اللجنة البارالومبية بقلب بغداد الحبيبة بمشاركة عدد من الأندية واللجان الفرعية واستطاع لعبوها اللجنة الفرعية في واسط من إحراز المركز الأول تلتها اللجنة الفرعية في واسط التي تمكنت من إحراز المركز الثاني أما المركز الثالث فكان من نصيب اللجنة الفرعية في كربلا وشارك في البطولة عدد من الحكام المحليين اللي سبق وشاركوا في الدورة التحكيمية اللي أقامها اتحاد اللعبة قبل انطلاقها منافسات البطولة حضرها رئيس اللجنة البرالومبية الدكتور عقيل حميد بالإضافة إلى ممثل وزارة الرياضة والشباب الدكتور موفق عبدالوهاب وعدد من أعضاء اتحاد اللعبة وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية في اللجنة البرالومبية في ختام البطولة تم توزيع الشهادات للحكام المشاركين في البطولة كذلك الميداليات الملونة التي منحت للفائزين إضافة إلى الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة واسط وبابل وكربلا إذا نبارك لللجنة البرالومبية تأسيسها ونبارك الإنجازات التي حققتها وأيضا نبارك للاتحاد العراقي للريشة الطائرة لللجنة البرالومبية الذي أقام هذه البطولة والتي خرجت بنتائج جيدة كما نبارك للجنة واسط اللي استطاعت من إحراز لقب بطولة عند العراق بالريشة الطائرة نتابع هذه اللقاءات اللي يجراها محمد الخفاجي ضمن منهاج الوجنة البرالومبية لهذا العام قمت البطولة الثانية بعد تأسيس الاتحاد ريشة الطائرة وهذا الاتحاد اللي نتوقع لأنه يحقق إنجازات جديدة بالنسبة للجنة البرالومبية والحمد لله والشكر كانت هذه البطولة ناجحة من كل الأشياء اللي نحتاجها في عملية تحقيق الإنجاز وبحضور الحكم الدولي الماليزي اللي تابع نشاط هذه البطولة وإن شاء الله نحن مقبلين على مشاركات خارجية وأولمبيات باريس فلجنة البرالومبية جادة في عملية تحقيق الإنجاز في هذه الفعالية رغم حداثة هذا الاتحاد ولكن لدينا طاقات إن شاء الله نعبر بها البحار إن شاء الله لكونهم جادين في عملهم واللجنة البارالومبية الحقيقة دعم كامل لهذا الاتحاد لكونه حديث ولديه لاعبين جيدين تم إجراء بطولة العراق لأول مرة رسميا الحمد لله تمت البطولة على خير مستويات جيدة تنظيم بطولة جدا رائع نشكر الاتحاد على هذا التنظيم الرائع وكانت دورة تحكيمية جدا رائعة اشترك بها ما يقارب عشرين حكم بهذه الدورة والحمد لله وشكر اشتازوا اشتازوا الأغلبية النجاح بالعمل والتحقيق إذن شكرا لكل المتحدثين نذهب بكم إلى جزء مهم من حلقة الإنجازات اللي تحققها الاتحادات الرياضية وهذه المرة إلى اتحاد عروس الألعاب اتحاد ألعاب القوى الذي حقق ثلاثة أوسمة مميزة في بطولة آسيا الأخيرة تحت 18 عام اللي اختتمت في الكويت إذ حقق أبطال العراق بألعاب القوى نتائج رائعة في منافسات بطولة آسيا تحت 18 عام اللي اختتمت في الكويت قبل أيام البعثة العراقية حقق ثلاثة أوسمة ملونة في سباقات البطولة حيث حصل على الميدالة الذهبية العداء مصطفى محسن بفعالية الموانع بينما أضاف البطل زين العابدين مخلص والبطل نرجس حسين ميداليتين بروزيتين ونال عداء العراق استحسان الجميع للمستويات التي قدموها خلال منافسات البطولة اللي شهدت تنافسا كبيرا بين عدائي بقارة الصفراء يذكر أن عروس الألعاب العراقية تعاني من أزمات مالية وتفتقر للاحتكاكات والمعسكرات التدريبية الخارجة ترجمة نانسي قنقر طبعا نبارك لأبطالنا والاتحاد العاب القوى على الرغم من الأزمات المالية وعلى الرغم من غياب أبسط مقاومات النجاح من بنى تحتية ومعسكرات وأرضيات صالحة وتجهيزات نحن بيمثل حاجة إليها لكن الاتحاد واللاعبين حقيقة حققوا أفضل الإنجازات قربانا للعراق لذلك يعني نبارك هذا الإنجاز في ظل عوز وفي ظل غياب لأبسط مقاومات النجاح عن هذه المشاركة أحبتي المشاهدين وسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور زيدون جواد المدير التنفيذي لاتحاد العاب القوى واللي ينضم معانا من استوديوهاتنا في مغداد الحبيبة وعلى الهوائي مباشرة دكتور مرحبا بكم ضيفا كريما وحمد الله على سلامة وصولكم إلى أرض الوطن السلام عليكم سيد محمد شكرا جزيلا لهذا الأطراء الجميل وهذه المقدمة وشكر الموصول إلى فريق العمل لقناة الشرقية ولكادر أشوط الثالث طبعا بداية نتقدم بشكر الجزيل إلى الكابتر رعد حمودي وعضاء المكتب التنفيذي إضافة إلى الأمين العام الأستاذ هيثب عبد الحميد والأمين المالي الأستاذ أحمد صبري للجهود المبذولة التي قدمت إلى هذا المنتخب الوطني في تأمين المعسكر التدريب الداخلي في محافظة أربيل ومن ثم البصرة كذلك تأمين التجهيزات الرياضية بالدرجة التي أشاد بها جميع الدول المشاركة من قارة آسيا كذلك الشكر موصول إلى الكابتر عدنان درجال وزير الشباب والرياضة على دعمه للمنتخب الوطني وتأمين مبالغ المشاركة في هذه البطولة التي أسفرت عن تحقيق هذه المداليات الملونة في ظل الظروف التي يتمر بها الرياضة العراقية عامة ورياضة ألعاب القوة الاتحاد الذهبي خاصة لقلة الميزانية التخصيصية من قبل رح ندخل دكتور ولكن رغم ذلك رح ندخل بالتفاصيل لأنه أنا قريب منكم وحاسب الوجع أسفرت هذه النتائج نعم 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 أكيد رغم ذلك تحققت هذه المداليات التي نتابع التقرير ونرجع لأنه حاسس وعارف بالمعاناة التي تواجهكم لأنه اتحاد ألعاب القوة ربما اتحاد مختلف لما يمتلك من كم هائل من اللاعبين ولعدد من الألعاب لذلك أطلق عليكم عروس الألعاب يعني فعاليات كثيرة تحتاج للكثير سنتناول أطراف الحديث بعد أن نتابع هذا التقرير وزيد السراج تمكننا شئة ألعاب القوة من تحقيق ثلاثة أو سمة ملونة في البطولة الآسيوية التي اختتمت مؤخرا في الكويت والتي حقق من خلالها البطل مصطفى محسن المدالية الذهبية في فعالية ألفين متر موانع فيما خطفت البطل نرجس حسيان المدالية البرونزية في فعالية ثمانمائة متر وحصل البطل زين العابدين مخلص على المدالية البرونزية في فعالية ثلاثة آلاف متر نتائج مميزة حققها الأبطال في البطولة القهرية والذين يحتاجون إلى الدعم والرعاية والاهتمام كي يحقق المزيد في الاستحقاقات القادمة ويمتلك العراق قاعدة رياضية مميزة فيها الكثير من المواهب على مستوى مختلف فعاليات ألعاب القوة لا ينقصها سوى الاحتضان والتخطيط السليم والذي يقود بكل تأكيد إلى تحقيق الإنجازات زيد السراج لبرنامج الشوط الثالث شكرا زيد على هذا التقرير أعود إلى الدكتور زيدون من زيد إلى زيدون وأدخل في غمار الحديث معك دكتور أرجع وأقول إلى الآن مستوى الطموح المالي اللي يأهل أن نحقق نتائج على المستوى اللي نطمح له غائب مجرد يعني منح وهبات تصرف من أجل بطولة لكن يعني نعرف كل الزين إذا أردنا أن نعد بطل لبيدالي أولمبية يحتاج إنا أموال ويحتاج إنا عمل لذلك أنا قاطعتك حتى نسمع التقرير ونعود لنستمع إلى ما كنت تتفضل فيه وهي مشاركتكم والإنجازات الرائعة اللي تحققت في ظل العوز تفضل الدكتور نعم السيد محمد شكرا جزيلا حقيقة مثل ما قدمت ببدايتي له لولا اللجنة الأولمبية قدمت الدعم في قامة المعسكر التدريبي واللي أعتقد يعتبره هذا المعسكر التدريبي الوحيد لفئة الناشئين الذي يقيمه هذا العام متمثل بالكابتن رعد حمودي والأمين العام والأمين المالي وتأمين التجهيزات الرياضية كذلك تأمين مشاركة المنتخب الوطني للناشئين من قبل الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ومشكورا في الضيق في الحصول على هذه الأموال التي أمنت مشاركة الفريق وبالتالي كان حصيلتها هو تحقيق هذه المداليات الملونة إضافة إلى الأرقام القياسية التي تحققت للناشئين والناشئات متمثلة بالعداء ديرين باختيار بتحقيقها رقم قياسي قوي جدا في فعالية المئة متر حواجز كذلك إنجاز عداء الواعد الشاب الناشئ العذران عباس عودة أيضا كان الإنجاز مميز في فعالية 400 متر حواجز كذلك للواعدة الناشئة منا رائد وبنت الهدى أيضا كل هذه الإنجازات رغم عدم تحقيق هؤلاء المداليات ولكن إنجازاتهم الشخصية والرقمية الجديدة يشار لها بالبنان حقيقة سيدة محمد مثل ما تفضلت أنت قريب جدا على رياضة العاب القوة لكن المشكلة التي واجهها ليست فقط رياضة العاقية عامة ونماء العاب هو خاصة كونها تمتلك قاعدة كبيرة جدا من المواهب الشابة التي تعشق ما بين الاتحاد وبين المركز الوطن وعادة المواهبة الرياضية العوز المالي هو الذي يجعل الاتحاد في بعض الأحيان يفتقر إلى أقامة وإعداد مبكر يليق بمساوة المشاركة كأقامة معسكرات تدريبية لللاعبين نعمل في الفترة القادمة أن يعاد النظر بميزانية الاتحاد كون الميزانية لا تلبي مستوى الطموح لقاعدة العاب القوة في الفئة الواحدة التي تمتلك 27 فعالية والتي للجنسين تتبع 47 أو 46 فعالية كذلك لم تلك ثلاث فئات عمرية حقيقة العام القادم سيحتاج إلى رعاية حقيقية وجادة من قبل المسؤولين على الرياضة العراقية لكون المنهاج الخارجي مفعم بالمشاركات الخارجية بطولتين العرب ناشئين ومتقدمين خمس بطولات آسية للناشئين والشباب والمتقدمين وبطولات آسية للمتقدمين إضافة إلى دورة العاب الآسيوية كذلك بطولتين للعالم واحدة للصلاة والثانية مفتوحة إضافة للنشاطات الداخلية التي سيقيمها الاتحاد والدورات التدريبية كل هذه تحتاج إلى إعادة نظر جادة بميزانية الاتحاد لغلط ثربية الطموح طبعاً الفترة السابقة كانت هناك دعم واضح من قبل معالي الوزير من خلال رعاية المصرف العراقي للتجاري وهو مشكور تي بي آي على تغطية جميع نشاطات الاتحاد لعام 2021 ولكن تفاجأنا في نهاية عام 2021 بعد الدخول إلى 2022 إيقاف هذه الرعاية كنا نأمل بتجديد الرعاية ولو كانت هناك إعادة تجديد للرعاية لكانت هناك مشاركة حقيقية كبيرة بحدد أكبر لأن هذه البطولة التي شاركنا بها كان من المتوقع لو أخذنا عدد أكبر من اللاعبين كانت تحققت مداليات أفضل ولكن بسبب قوة المشاركة إضافة إلى أنه المبالغ الممنوحة من قبل الدولة المستضيفة كانت عالية جدا في تأمين تغطية نفقات الإطعام والسكن الأمر الذي أدى الاعتماد على المنحة المجانية الكوتر المعطاء من الاتحاد الآسية ولكل قارة آسية مع الدعم الذي قدمه الكابتر عدان درجال طيب دكتور هل كان مخططا أننا نحصل على هذا الكم من الميداليات رغم أن مشاركتنا مثل ما تفضلت كانت مشاركة فقيرة بعدد اللاعبين واللاعبات نظرا لأننا لا نمتلك الأموال وأنا حسى هاي جبيرة بحقنا نحن العراق أهل التاريخ الذهبي على المستوى الآسيوي وعلى المستوى العربي وعلى كل المستويات نشارك بعدد قليل ونأتي ولله الحمد بجهود جبارة بميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين هل كان مخطط من قبل الاتحاد للحصول على هكذا نتائج أم كان الطموح أكبر لكن هذا اللي صار أستاذ محمد حقيقة الخطط الاستراتيجية التي يضعها الاتحاد في بداية الموسم يعني لو هناك فرصة لعرض المنهاج السنوي الخارجي الذي كان مخطط العفو الداخلي لآلية عمل الاتحاد الذي كان من المخطط إقامته لهذا العام كان بخطة استراتيجية على عالية المستوى لتحقيق أفضل ما يمكن من إنجازات على صعيد المشاركات الخارجية ولكن المشكلة التي تواجهناها مثل ما تعرف هو المال عصب الحياة ولكن العوز المالي لأن الميزانية التشغيلية الشهرية الممنوحة من قبل الحكومة العراقية هي 28 مليون لجانب أن العراق متعاقد مع أربع مدربين كوبيين أثبرت نتائجهم عن هذه الإنجازات طبعا والإنجازات التي تحققت هي بالحقيقة محسوبة للرياضي والمدرب العراقي لأن المدربين الكوبيين هم لتطوير المستويات ولكن الأساس هو المدرب العراقي الذي استطاع من إيصال لاعبيه إلى هذا المستوى من الإنجاز ولكن الميزانية المدعمة من قبل الحكومة العراقية 28 مليون دينار شهريا لا تلبي لمبلغ التعاقد لهؤلاء المدربين الأثنان إضافة للجانب أولمبية هي متكفلة بنصف مبلغ المدربين الآخرين لأننا نحن عندنا أربع مدربين كوبيين كمالك مبلغ إيجار الملعب الكلية إضافة إلى تقطية باقية الأنشطة الداخلية الأخرى رسوم اشتراك كل هذه لا تلبي الطبوح بهذا المبلغ الذي لا يتجاوز 21 ألف دولار شهريا لهذا في بعض الأحيان نلجأ إلى أن نقوم بتقليل أو ترشيد في صرف المبالغ لمدة شهرين أو ثلاثة حتى نؤمن المشاركة هذا ما حدد فعلا في بطولة غرب آسيا وبطولة العرب التي أقيمت في شهر الخامس وكذلك بطولة الإمام الرضا الدولية الثانية استطعنا من إيقاف بعض النشاطات أو تقليل الصرفيات لغرض تأمين المبالغ لنجمع ثلاث أشهر حتى نقدر نأمن زين دكتور إلى متى دكتور ولكن لو كانت هناك إلى متى إلى متى تبقى هذه بالمناسبة أنا أقول لك إلى متى لأن هذا الكلام يمكن حضرتك حشية ليا قبل سنة آخر اللقاء كان بيني وبينك هذا كوبي بيست يعني كوبي بيست سيكريبت نفس الحشي قلت أنه إحنا نعاني طيب هاي الأزمات ما رح تنحال ماكو بوادر فرج حتى على الأقل نقدر نجيب ولدنا بناتنا نقدر نشارك يعني إلى متى والله أستاذ محمد هاي إلى متى هاي تعتمد على إقرار الموازنة من قبل الحكومة العراقية وتشكيل لجان حقيقية فاعلة لإعادة هيكلة أنشطة وميزانيات الاتحاد على ضوء الأنشطة وعلى ضوء قاعدة اللعبة يعني اليوم إحنا خلنحشوا واقع حال اتحاد كاتحاد العاب القوة يمتلك ما لا يقل عن ستمية إلى سبعمية رياضي يمتلك ما لا يقل عن مية وعشرين إلى مية وثلاثين إلى مية وخمسين نادي هؤلاء جميعهم لا يمتلكون لا يمتلكون البنى التحتية الكفيلة بإعداد اللاعبين ولكن رغم ذلك من المستحيل يعملون المدربين على صناعة هذه الإنجازات يعني إحنا لو كان هناك مبالغ متوفرة يليق باسم وحجم الرياضة العاب القوة العراقية في المنافسات الخارجية لكانت هناك مشاركة أوسع الخطط التي يضعها الاتحاد لغرض المشاركات وتأمين المعسكرات التدريبية عالية المستوى ولكن دون توفير الأموال لا يمكن إقامة مثل هذه المعسكرات وبالتالي الاتحاد يلجأ إلى المشاركة بشكل مباشر دون تهيئة إعداد مبكر للرياضيين إضافة إلى أنه ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة متبتلة بالسيد العميد طبعا مشكورة تحتضن لاعبي المنتخب الوطني من خلال فتح باب الكلية من قبل سيد العميد ومعاون العميد دكتور علي صادق ودكتور صباح قاسم طبعا مشكورين لو لا هذه الملعب حقيقة حتى إعداد ما موجود لأنه الآن بدل التنفيذ في إعادة إكساء ملعب وزارة الشباب والرياضة بعد الضغوطات من قبل معالي الوزير على الشركة المنفذة ولكن نعمل أن يستمر هذا العمل لغرض أن يكون هناك ملعب آخر ونتمنى من وزارة الشباب والرياضة ومن معالي السيد الوزير سواء كان كابتر عدن درجال أو الوزير يابا انتهت ولاية الرجال بعد اشتتمن لكابتر زيدون أنه يسلم الملحب بشكل رسمي ترى الرجال هسه وديش خطيهم يعني ما عنده بعض اي صلاحية ترى فأنت الآن عوّل عجاي نعم نعم هو وجه عوّل عجاي هو ما قصر حقيقة الرجل يعني مو كونه هو الآن هو غائب والأكتحاضر هو ما قصر مع العاب القوة تحديدا ولكن وجه استاذ زيدون استاذ زيدون بس من فضلك بس من فضلك اتحاد العاب القوة يعني أنا أريد أقول لك هسه أنا اختصاصي مو ألعاب قوة وحضرتك دكتور وظليع و أستاذ بالجامعة لذلك يعني أنا عندي بعض المعلومات يعني من أبسط مستلزمات إنجاح عروس الألعاب هو التارتان التارتان الخاص بموضوع الانطلاقة صح يعني هاي يمكن إحنا أبجديات العمل الرياضي عندما دخلنا عرفنا إحنا الآن وعن لسان دكتور طالب فيما مضى أنا ويا يعني دار حديث قال إحنا ما عدنا تارتان اللي نقدر نقوم به ونعد بطل يعني من التارتان من ملعب الشعب إلى التارتانات صح المحيطة بكل ملاعب العراق وكأنه الملاعب تبنى لكرة القدم فقط بينما ملعب الشعب الله يرحمكم من كيان بنا مدينة رياضية دكتور ملعب الشعب سوى به تارتان لألعاب القوة وخلى به ملاعب خاصة للتنس وللطائرة وللييد وللسباحة وا 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 إحنا إلى الآن من الستة وستين لليوم نفكر بس بكرة القدم وإذا أردنا نسوي قاعة فالقاعة نسويها لألعاب رغم هي كلش زين ألعاب القوة وين ألعاب القوة اللي كان العراق يعني منجم للأبطال بالسبعينيات إذا أردنا نعدهم وانوا ياك ما تكفي هاي الحلقة يعني أبطال الله يطههم الصحة والعافية صح فإحنا الآن كابتن زيدون يعني متى ما إحنا بالـ 22 ورح نطب بالـ 23 تارتان بي خير ما عدني فشي عزب ملعاب شي عزب شسمه يعني هي هاي المشكلة دكتور لو أنا غلطان لا لا حشاك من خطر كلامك صحيح مئة بالمئة ولكن الآن بدأ بإعادة ترميم ملعب الوزارة اللي نأمل بشكل جاد وحقيقي أن يسلم إلى اتحاد ألعاب القوة لماذا؟ يعني مثل اتحاد ألعاب القوة وبعض الألعاب الأخرى لا تمتلك مقر اتحاد يعني حقيقة من المخجل الآن اللي نجينا ضيف اللي حقيقة ما عندنا مقر الاتحاد قاعدوا كارفان نحن معتمدين والله يعني من رحنا إلى الكويت ودخلنا دكتور طالب إلى مقر الاتحاد الكويت تفاجئنا يعني والله واحد شيء مؤلم ومن يجي قضايا في اليوم يعني نخجل أنه وين تودين وحقيقة العمل أيضا يدار ليس في مقر الاتحاد يعني مشكلة مشكلة نجلسه في غرفنا الخاصة كأساتذة بالكلية إضافة لذلك يعني مثل اتحاد العاب القوة لا يمتلك بناء تحتية خاصة مع ملعب تخصصي يعود إلى العاب القوة شوف أستاذ محمد نحن عام 2021 قدم العراق بشكل رسمي طلب باستضافة بطولة غرب آسيا وبطولة العرب ولكن نصلنا إلى واقع الحال رغم أنه الظروف اللي مر بها البلد من وضع أمني يعني كانت قد نقول السبب الأساسي اللي خلانا نقدم اعتذار ولكن كل الدول رحبت من قدم العراق طلب باستضافة بطولة غرب آسيا وبطولة العرب كنا مخططين عن طريق المصرف أنه نعمل على شراء تجهيزات كاملة متكاملة بمواصفات عالية من قبل شركات رصين ومعتمدة من قبل الاتحاد الدولي ولكن يعني انتفينا توقفنا عن هذا العمل ليش وراء ما اعتذر المصرف عن تخطية نعمل من الحكومة العراقية ومن قبل أمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي أن يكون هناك ضغط وكذلك من البنك المركزي العراقي ضغط على المصرف دكتور مو أمنياتك شوية متأخرة دكتور سيدون تحقق إنجازات لا تخيل أمنياتك متأخرة شوية قدمنا 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 وش يسوى أستاذ محمد احنا قدمنا أكثر من طلب وفاتحنا المعالي وفاتحنا المصرف وفاتحنا البنك المركزي وفاتحنا الأمان العام والله أنا وياكم التفقين يعني ترجيناهم أنه تحادي أنه إذا جئ ملعب خاصة ملعب القوة ما يكلف ربع ما يكلف الملعب كرة القدم مع العلم أنه العراقيين ترى كلهم يمارسون الساحة والميدان من إحنا طلاب صغار يلعبونا ركيضان ويركضونا وبطولات المدارس والتربيات يعني موجودة أستاذ محمد خلتش واقع حال والله شعبية تبقيت كرة القدم والله أستاذ محمد خلتش واقع حال لا أحكي لك واقع حال أنت الآن كل مدربي لياقة مدربي لياقة في كرة القدم أغلبهم كانوا أبطال في ألعاب القوة صحيح صحيح عباس العيبي حسن درويش علي حسين حاتم ونجحوا بمشوار كبير فعلا عباس العيبي سردار طارق مصعب حسن درويش كلهم هم صنيعة وأبطال رياضة العاب القوة وحسن درويش نعم يعني عذرا قد يكون من اسم من الأسماء قد يفوتني ولكن هذول القريبين من عندنا هم كلهم أبطال كانوا في رياضة العاب القوة في هذا العاب القوة لماذا تسمى بعروس الألعاب أو أم الألعاب لأن رياضة شاملة لجميع الألعاب الرياضية إذا كانت كمستوى لياقة بدنية أو إذا كانت كلعبة خصوصية لهذا نحن نأمل يتم إعادة النظر في الموازنات بشكل عام وموازنة اتحاد العاب القوة بالشكل الخاص يفترف لأن هذه اللعبة حقيقة هي شوف شوف أستاذ أم حمد نحن تحقق حال في دورة العاب الأسيوية وكنت حضرتك حاضر وما في جاكارتا وما سبقها في دورة السابقة التي في إنشون وما سبقها في قوانزو من هم أصحاب الانجازات لأن الرياضة العراقية كإنجازات حقيقية تقاس على مستوى الدورات من هم أصحاب الإنجازات إنتوا اتحاد الذهب اتحاد العاب القوة إضافة الاتحاد الأثقال صحيح ولكن من ترجع إلى واقع الحال وتشوف المعاناة اللي يعانيها الاتحاد والله واحد يعني يغصف القلب ويتألم بس إحنا فرحانين يعني رغم هذه مشاركة أخيرة احنا التجيزات زينا من اللي تراكسود هذا الحلل يعني التجيزات زينا لا لا هذا ما الدورة العاب الأولمبي هذا نشتريته استاذ محمد حقيقة الله يسلمك حقيقة لو كانت هناك رعاية حقيقية لبعض الألعاب خلنحكيها واقع حال الألعاب الرياضية قائمة على خمس أو ستفع الألعاب الرياضية بالرياضة العراقية هم أصحاب الإنجاز الحقيقين ما أريد أذكرهم حتى ما يصير زعل ولكن من جملتها ألعاب القوة صحيح هم صنيعة الإنجاز الحقيقي على مستوى الدورات يعني نحن السنة القادمة مقبلين على دورة الإلعاب الآسيوية وسنة 2024 مقبلين على دورة الإلعاب الأولمبية إذا من الآن ما تبدأ الحكومة العراقية طبعا أنا ما ألوم لللجنة الأولمبية أو لوزارة الشباب لأن صنيعت الإنجاز الرياضي أو المدالية على مستوى دورة العاب الأسيوية والدورة الأولمبية هي هاي مستوى حكومة صحيح إذا ما تبدأ التخطيط الحقيقي وإعداد المبكر بمعسكرات لهذه الفعاليات وإلعاب الرياضية الخمسة أو الستة من الآن أنا أقول لك في دورة الإلعاب الآسيوية احتمال تجي مدالي واحتمال ولا مدالي إن شاء الله يجينا مسؤول إن شاء الله يعشق الرياضة باختصار لأن الوقت داهمنا دكتور وما شاء الله الحديث يمتع وياك حقيقة شوف أستاذ محمد هذه الإنجازات التي تحققت في بطولة آسيا للناشئين هي عالية الكعب صحيح في كل بطولة آسيا هناك لمسة واضحة للرياضيين والمدربين بتحقيق المداليات نعم كان مخطط لهذه المشاركة وكان مخطط والله شوف حتى لو كان لم يكن دعم كان مخطط أحكي لك واقع حال إحنا ندايننا الفلوس قبل أن نسافر ومن سافرنا سحبنا المبلغ وسددناه للأشخاص اللي داينونا لهذه المشاركة ولو تنتبه إحنا رحنا بار ما رحنا جو ليش المبلغ كان علقت حقيقة في كل بطولة إن نداين ونأمن المشاركة من نرجع نستلم نسددها مأساة كبيرة ولكن هذه إحنا فرحتنا الحقيقية المداليات اللي تحققت فرحتنا الحقيقية ما زالت ألعاب القوى بناء ما زالت ولادة ما زال أكو قاعدة شوف العام القادم رح تشوف مداليات أكثر من اللي تحققت سواء بطولة آسية والعرب للناشئين والشباب لم تلك قاعدة كبيرة ونمتلك فئات عمرية حتى في فئة الأشبال يبشرون بالخير نعم يعني هذا ما نتمناه دكتور أنا عندي وياك دقيقتين يسعدني أن أستمع في هذه الدقيقتين لإعدادكم القادم في ظل التطورات التي قد تطرأ إن شاء الله للأفضل على الرياضة العراقية بأقل من دقيقتين دكتور العام القادم مثل ما تفضلت في بداية الحديث أنه العام القادم مفعن بالمشاركات الخارجية رغم أنه طبعا الشهر القادم مقبلين على انتخابات لدورة انتخابية جديدة إن شاء الله إذا كنا موجودين أو إلى كان الاتحاد القادم هو اللي رح يكمل المشوار في قيادة دفة الاتحاد دكتور طالب فيصل وفريق العمل في عضاء الاتحاد وضع خطة استراتيجية من الآن بعد إكمال البرنامج ننتظر فقط برنامج اتحاد العربي وضع خطة استراتيجية كبيرة لمشاركات وتأمين المعسكرات التدريبية للاتحاد بالفترة القادمة اللي تخص مشاركات الاتحاد من ميزانيتها بغض بالابتعاد عن الدورات اللي هي من مسؤولية الجنة الأورمبية فوضع خطة استراتيجية إن شاء الله إذا كانت هذه الخطة تمشي بالشكل الصحي مع توفير الأموال وإعادة النظر ستكون هناك وقفة كبيرة إلى العراق لأن هذه المشاركة رغم العراق كانت سلسلة في هذه البطولة على دول آسية 13 وعلى الدول العربية رابع هذه نتيجة كبيرة جدا من تتحقق هذه المداليات وهذه المشاركة إن شاء الله العام المقبل ستكون هناك مداليات وإنجازات وأرقام قياسية كبيرة جدا إن شاء الله دكتور زيدون إجواد شكرا لانضمامك معي ونجدد لكم التبريك في الحصول على هذه الإنجازات الآسيوية مع تحياتنا لأبنائنا الأبطال اللي حصلوا على هذه الإنجازات وأمننا كبير بيكم وبأبطالنا أن تواصلوا رحلة الحصول على الذهب إن شاء الله مستمر معاكم سادتي الأكارم وأخذكم هذه المرة إلى دهوك إدارة نادي دهوك نفت يوم أمس الأنباء التي تحدثت عن استقالة رئيس الهيئة الإدارية للنادي عبدالله جلال إذ أصدرت إدارة نادي دهوك توضيحا لجمهور الرياضي والإعلام بعدما نشر عن نبأ استقالة رئيس إدارة النادي عبدالله جلال وكتبت إدارة نادي دهوك التوضيح قائلة نود أن نوضح لجمهورنا أنه لا صحة للأنباء التي انتشرت عن استقالة رئيس النادي الدكتور عبدالله جلال لكن الأوضاع الحالية المالية التي يمر بها النادي غير عادية وسوف تؤثر على مشوار الفريق في قادم الدول لكننا واثقين من أنه في أسرع وقت ممكن سوف تستجيب الجهات المختصة وحكومة الإقليم ومحافظة توك لمعالجة هذا الموضوع بعد غياب تام للأموال التي ستعصف بقادم الفريق طبعا خسارة نادي دهوك بعد انطلاق تلقوية وعودت بقوة إلى مصاف الدوري الممتاز يعاني الآن من أزمة مالية خانقة تكاد تعصف بالإدارة الحالية الإدارة النموذجية الحقيقة التي عملت المستحيل من أجل إعادة الفريق إلى الدوري الممتاز بعد أن أزاحة ناديا كبيرا هم أسود العاصمة نادي أمانة بغداد وتغلب عليه في عقر دارة بهدفين دون رد ليعود ويتأهل لدوري الدرجة الممتاز ثم ينطلق انطلاق قوية تكللت بسبع نقاط من تعادل أمام الشرطة حامل اللقب وفوزين ويستقر بالمربع الذهبي نأمل نأمل من أصحاب القرار أن تذلل العقبات التي تواجه نادي دهوك نادي دهوك إضافة قوية للكرة العراقية و للدوري الممتاز نذهب بكم إلى الموصل العزيزة الغالية بعد أن تجولنا في دهوك نذهب إلى الموصل الحبيبة على مدى اليومين المنصر مين اختتمت مؤخرا منافسات بطولة أندية محافظة نينوى بالكراتيه لجميع الفئات العمرية لكل الجنسين ضمن منهاج الاتحاد الفرعي لللعبة حيث جرت النزالات على بساط قاعة منتدى شباب ورياضة الحدباء بأيسر مدينة الموصل وأسفرت نتائج اليوم الكتامي للبطولة فئة الرجال عن فوز نادي الشهيد أياد شيد بالمركز الأول وحل نادي الفتوة بالمركز الثاني بينما جاء المستقبل المشرق ثالثا أما النتائج الفرقية للسيدات فلقد حصلت لاعبات نادي الفتوة على المركز الأول والموصل ثانيا والمستقبل المشرق بالمركز الثالث وفي ختام المنافسات وزعت الهدايا والشهادات التقديرية على جميع المشاركين في البطولة من قبل خالد محمود عزيز رئيس ممثلية أولمقية نينوى كذلك ممثل الاتحاد العراقي للكراتية في نينوى مهدي صالح اشتركوا في القناة نبارك لجميع الفائزين ونبارك للاتحاد الفرعي للكراتية في نينوى وأيضا شكر الموصول لزمين المبدع مراسل الشوط الثالث في نينوى ودوك محمود الستيفاني اللي أجرى هذه اللقاءات نتابعها من داخل منافسات البطولة يا ريت نشوف اللقاءات يعني اللقاءات إن شاء الله رح نتابعها لبطولة أدية نينوى بالكراتية هذه البطولة اللي جرت على بساط نادي مركز منتدى شباب الحدباء واللي الحقيقة هي تأتي في إطار دعم الرياضة الموصلية نتابع هذه اللقاءات حضرنا هذا اليوم واللعبات النهائية لبطولة المحاوضة إفعادة الكاراتية والكاتل لنظامها بنجاح الاتحاد الفرعي في نينوى في منتدى الشباب ورياضة الحدباء قدمنا شكور وامتناننا إلى الاتحاد إدارة ومدربين وحكام ولاعبين وأيضا إلى إدارة المنتدى بممثلة بالاستدراع الشكر اللي متعاوم مع كل قطاعات الرياضية في نينوى ومنتدى ووقاعات ومنتدى مفتوح لكل الفورق الرياضي المشاركة أقام اتحاد الفرعي لكاراتية بطولة أندية المحافظة في محافظة نينوى وشارك بهذه البطولة ستة أندية وأحرز نادي الشهيدة ياشيت الرياضي المركز الأول بهذه البطولة ونشكر الاتحاد الفرعي على هذه البطولة وعلى إقامتها ونشكر كل الحضور الذين شاركوا بهذه جميع الأندية التي شاركت بهذه البطولة وشارك نادي الفتوح الرياضي ببطولة أندية محافظة دينوى الكاراتية بفئة النساء وحصل النادي على المركز الأول بمشاركة ستة الأندية محافظة دينوى النادي مهتم الهيئة الإدارية ومهتمين بأعضاء الفريق النادي بالفئة النسوية فهذا أول فريق نسمي من قضاء محافظة دينوى ضمن نشاطات الاتحاد العراقي المركزي الكاراتية اختلت اليوم بطولة المحافظة للأندي بالكراتية وحادي نادي أيات شيط المركز الأول ضمن فعاليات القتال ونادي الفتوح المركز الثاني ونادي المستقبل المركز الثاني أما بالنسبة للفرق النسوية فقط نادي الفتوح المركز الأول شاركت بطولة محافظة نينوى وحصلت والحمد لله بفضل الله وفضل المدربين على المركز الثالث كلش فخورة بنسي وفخورة كل الكابتن اللي تدربني وإن شاء الله أصل للعالمية والناس كلها تفتخوا بي وأرفع راس بلدي العراق شكرا لكل المتحدثين سادة الأحبة قبل كتام هذه الحلقة نلفت عنايتكم مرة أخرى بأن برنامج الشوط الثالث يبث لحضراتكم يوم غد في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد لنقل مباشر لوقاع قرعة خليجي 25 وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل أن نارت لضاكم ملتقانا يوم غد بإذن الله هيتعالى أحلى تحية مني أنا محديثكم محمد إبراهيم الناصر ومن الزميل المخرج قحطان الطائي إلى يوم غد أقول لكم بمالله